الفترة اللي فاتت دي بقى جالك اي عروض احتراف اوروبا لأي من اللاعبين اللي انت ذكرت اسمعهم لا بص هو كان قوفى طلع كلام من شركة سويسرية او نادي سويسر يعني انما عروض رسمية لسه كان حاجة بس نهاية الموسم اللي فات حاجة من البرتغال لمحمد حمدي وكانت شركة ولسه ما حصلش فيها حاجة انما الغاد دلوقتي لسه ما قدرش اقولك جالي عرض رسم من مصر ولا من مصر ولا من مصر انا الغاد دلوقتي مفيش اي عرض رسمي جالي لأي لعب مش غريبة شوية يعني مش غريبة مش منك مش غريبة شوية انه كل يوم عندية بتجينا المعلومات ديته دلوقتي الاهلي مهتم باحمد امينوف والاهلي والزمالك عزيم محمد حمدي وحواش مش عارف برامل زعي فاللوقت مش غريبة انه يبقى الكلام ده كله طوال الشغل ده تمالي بيبقى في الفترات معينة اه ما طبيعي اه ما طبيعي انا عندك لعبة كويسة طبعا انا فجرة مش عيب يعني لا لا خالد بالعكف لا لا انا قلتس بقولك ان اللي تمالي بيبقى الانديه بتمالي بتبعت الاول الوكيل بيجس النبض يعني صح وقبلك فهو بس احنا يمكن محدش جيه عشان اللي انا بقوله لك دلوقتي واللي بيقوله استاذ ايمن واللي بيقوله اي حد ان انا مش هطلع حد الموسم ده فعشان كده اعتقد ان الامور اه يعني فيه وقلة بتيجي فعلا اللي بيقوله اي حد الموسم اللي بيقوله اي حد الموسم